دعوني في هذه الحلقة نتناول هذا المحور المهم الذي يخص الشارع العربي أيضا مع الأستاذ بشار قاسم مدير قسم رقابة وتدقيق التعينان في مجلس الخدمة الاتحادي حياك الله أستاذ ومنورنا أهلا وسلم حياك الله اليوم حقيقة عملية التوظيف عملية جدا مهمة كل شاب يطمح بأن بعد ما يتخرج يلقى لفرصة عمل نعم اليوم نشاهد عدد كبير من البطالة الموجودة حقيقة نعم بسبب عدم استيعاب المؤسسات الحكومية لأعداد الخريجين بتخصصات معينة وين الاشكالية اليوم بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لهذا الموضوع نحن نعرف نحن لا ممكن الاستيعاب أعداد الهائلة من الخريجين من كل عام يتسعب كافة المؤسسات الحكومية لهذا العدد بالتالي الحل الأمثل للتعينات أو لحل مشكلة البطالة هي يكون تفعيل القطاع الخاص والاستثمار في القطاع الخاص وكذلك فتح المعامل والمصانع المعطلة في البلد يعني هذا يستوعب كميالة جدا كبيرة من الخريجين اليوم نتحدث عن بأن دائما الخريج الإعدادية يذهب للكليات والجامعات يبحث عن المجالات الطبية مجال القانون الصيدلة وكل هذه الأمور سعيا من عنده يقول لك بأن بعد ما أتخرج سألقى فرصة عمل بأن هناك تعيين مركزي فقط لهذه التخصصات بالعراق هل العراق بحاجة فقط إلى الطبيب والمهندس والمحامي وهناك تخصصات أخرى غير مهمة بالعراق؟ في الواقع الحال العراق لا بحاجة لكل التخصصات لكن إقبال الخريجين أو الطلاب يعني إلى كليات الطب أو المعاهد الطبية وذلك يعود إلى التعيين المركزي الذي انشأته الدولة بقانون رقم 6 لسنة 2000 المعدل فالطالب يقول لك أنا أضمن تعييني فأدخل معهد طبي أو أحاول أحصل كلية صيدلة أو كلية طب أو أي كلية مشمولة بهذا القانون في سبيل التعيين فلذلك أنت تشوف زخم عالي جدا على إقبال على هذه التخصصات من دون الأخرى اليوم السوق العراقي محتاج لشنو من التخصصات؟ اليوم نشاهد بأن السوق ما تواكب عدد الخريجين الموجودين بالإضافة لبعض التخصصات يعتبرها سوق العمل بالعراق غير مهمة بالنسبة إلى أو ما محتاجه ويغيب التخطيط في بعض الأحيان في خلق استراتيجية مهمة كتكون استراتيجيات تحاول بإنقاذ سوق العمل الموجود بالعراق وأيضا القضاء على قضية البطالة فيما يخص التخطيط لهذه المهمة التخطيط من وزارة التخطيط يعني هي بالتالي مفروض أنه توضع خطة يعني استنادن إلى سوق العمل مع وزارة التعليم لوضع التخصصات العلمية المطلوب المطلوب إليه وبالتالي يتم التنسيق مع وزارة التخطيط مع المالية ومجلس الخدمة الاتحادي الوضع يعني احتياجات وظيفية مناسبة لكل كافة التخصصات التي تطلبها الدولة اليوم اللي تابعنا من خلال هذا البرنامج ومن الخريجين يتابع بأن دور مجلس الخدمة الاتحادي اليوم ماذا يقدم لخريجين العراق اليوم وأين تكمن مهامكم حقيقة هل هناك تعاون بينكم بين وزارة التخطيط بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكد تعاون مع وزارة التخطيط مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة يعني هاي أغلب الوزارات الأساسية اللي احنا نتعاون معهم أما دور المجلس في إدارة هذا الملف هو أهم شيء احنا يعني تدري انت آلاف الخريجين موجودين فإحنا من خلال برنامج توظيف الإلكتروني الخاص في المجلس يساعد على انتقاء أفضل الخريجين لمؤسسات الدولة من خلال درجات التفاؤلية اللي بها هواية معايير من ضمنها الكفاءة والخبرة الدورات إذا عندها براءة اقتراع إلى آخره اليوم نسأل شلون ممكن بأن العراق يتجاوز قضية جدا مهمة الكل يبحث عن التعيين الحكومي الكل يبحث عن التعيين في مؤسسات الدولة الرسمية لضمان حقه وحق عائلته ويقول لك أنا أحصل على تقاعد وظيفي بعدما أخدم عشر سنوات أو ثلاثين سنة أو أربعين سنة كل هذه الأمور من حقي يطالب بها لكن أين اليوم دور القطع الخاص وتوفير بيئة آمنة لكل من يقدم على القطع الخاص والعمل في الشركات الأهلية والمصانع بالنسبة للقطع الخاص والشركات الأهلية يفترض أنه تخضع لقانون الضمان الاجتماعي الذي بدوره يحفظ حقوق العامل في حال ترك الوظيفة أو في حال تقاعده ويصرف إلى معاش ما بعده ترك الوظيفة حالة حالة دول الخارج نحن مفاعل عندنا اليوم بقضية دعم القطع الخاص بالعراق تشوفها ملائم حاليا ليس بالشيء المطلوب أكو شكاليات يعني بصفة أو بخرة بس نطمح للأفضل إن شاء الله إذا تسأل سوق العمل العراقي شنو يحتاج من تخصصات اليوم يعني ماكو شيء معين بس كافة التخصصات مطلوبة حقيقة كافة التخصصات نعم نحن من خلال عملنا بنجلس الخدمة العمل الاتحادي يعني تجينا تخصصات غير متوقعة يعني تخصصات حتى تخصصات نادرة وما مذكورة حتى بالاحتياجات الوظيفية لكن نحن نسحب هذا المجال ونحاول نكون يعني نشمل كافة الاحتياجات بمأسسات الدولة لهذه التخصصات اللي نادرة أو قليلة هل هناك تشابه بين سوق العمل بالعراق سوق العمل في مصر سوق العمل في الأردن أو فلسطين نفس تطلعات للشباب ونفس سوق العمل والاحتياجات للتخصصات نفسها متشابهة لو أكو اختلاف اليوم التشابه بالأساسيات بالأساسيات التفاصيل الأخرى أعتقد تكون مختلفة بين بلد وآخر حسب طبيعة البلد والقوانين اللي تحكمه والتعليمات شنو المعوقات اللي تواجه مجلس الخدمة اليوم؟ معوقات في تسهيل وتذليل الصعاب أمام عدد الخريجين وهذه الاعداد مليونية حقيقية نعم في كل جامعة العراقية فيما يخص موضوع التعينات تدري أنت أهم ركنين الأساسيين بالموضوع التعيين هو توفير الدرجة الوظيفية والتخصص المالي وهذا شيء أكيد هو يكون عدد محدود الذي يستحدث من قبل وزارة المالية لكل مؤسسة وبالتالي هذا العدد هو الذي يحدد عداد المتعينين لكل مؤسسة مثلا على سبيل المثال لمؤسسة السين يعني عندها درجات وظيفية لنفرض فيدمي الدرجة وظيفية فبالتالي حتى لو كانوا يقدمون ألف فهم ويتعينون هم هذا ولا المية فقط حملة الشهادات شفناهم أكثر من مرة أيضا يطالبون بحقوقهم حملة الشهادات العليا واليوم أيضا من شاهد مثلا عندنا مراكز بحوث كبيرة أماكن لتوظيفهم وأيضا يطالبون بحقوق ضمن هذا ثقل آخر يقع على قضية التعينات في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لخرجين الشهادات العليا فيما يخص الشهادات العليا كثير عندنا من الخرجين أصحاب الشهادات العليا وعندنا قانون سن تشريع 59 لسنة 2017 هذا القانون متضمن تعيين 15% نسبة 15% من التعيينات لكل مؤسسات الدولة فهنا بالتالي هذا الشيء عملنا به بالـ 21 من عين العلوميين ذوي المهن الطبية والصحية الساندة ضمن العدد كان ضمن العدد الكلي نسبة 15% وكذلك التعيينات التي أجرت على ديونة رقابة المالية وبيت الحكمة أيضا هم حملناهم نسبة 15% لحملت الشهادات وهكذا يعني كل ما ترد إلينا درجات من مؤسسات الدولة يتم تضمين 15% لحملت الشهادات العليا أصد بشار هذا الـ 15% اليوم ممكن نتسائل نقول هذا الـ 15% هل تواكب تطلعات الشباب ونحن على نهاية عام 2022 هذا النسبة كافية وعدد الخريجين في تزايد بما أنه عندنا جامعات وكليات الأهلية بالإضافة إلى جامعات الحكومية نحن سبقون حشينا قبل شوي فيما يخص قلنا مؤسسات الدولة ما ممكن تستوعب عدد الهائل من الخريجين سواء شهرات الأولية أو دراسات الأولية أو معاهد فبالتالي ضروري جدا تفعيل الدورة القطعة الخاص والاستثمار في هذه الشركات الاستيعاب الخبرات من ضمن الشهادات الأولية والخريجين الأولية نتساءل اليوم كيف ممكن أن ننهض بسوق العمل العراقي شنو اللي نحتاجه من أدوات مهمة وكيف نحتاج تعاون الوزارات فيما بينها حتى نحقق سوق عمل مثالي وإيجابي بالنسبة للسوق العراقي هذا الموضوع يعتمد على التخطيط حقيقة تخطيط أي هم شيء يعني وزارة التخطيط يسوي دراسة للموضوع من ثم عرضة على وزارة العمل ووزارة التعليم العالي لغرض وضع حلول مناسبة للتخصصات العلمية وطلب الحاجة لهكذا تخصصات ما قدم مجلس الخدمة الاتحادي خطط خاصة به لمخاطبة وزارة التخطيط ومثلا وزارة العمل والسؤول الاجتماعية لتذليل هذه الصعابة اللي دائما نواجه منها في سوق العمل العراقي حتى تكون استراتيجية مهمة وأيضا تعاون مشترك نعم نحن قمنا بهذا الشيء في عام 2021 وكذلك هذه السنة مخاطبات وعندنا خطط مدروسة لاستيعاب أغلب الاحتياجات المختلفة لمؤسسات الدولة في سبيل تعيين أكثر فئة مختلفة من الخرجين الكليات والشهادات الأولياء أستاذ بشار قاسم مدير قسم رقابة وتدقيق التعيينات في مجلس الخدمة الاتحادي نورتنا في برنامج نبيت للكل إن شاء الله نتوفر لكم في مهامكم القادمة أجمعين إن شاء الله أنا أشكرك إذن مشاهدين مثل ما تابعنا حقيقة نحتاج لكثير من العمل من أجل خدمة الشباب العراقي وتطلعاتهم وطموحهم بما أنه كان اليوم نتحدث عن السوق العراقي واحتياجاتها وأيضا نحتاج وزارة التخطيط العراقية بتقديم خطط حقيقية لمساندة ومساعدة طلبتنا وخريجينا من كلياتنا العراقية وإيجاد التخصصات الحقيقية حتى يقدر الطالب بعد ما يتخرج من كليته يلقى لفرصة عمل ويعتبر من أهم القطاعات في كل بلدان العالم مو فقط يعتمد على القطاعات الحكومية اللي دائما نشاهد الشاب طموحه بأن يتوظف بالوظيفة الحكومية حتى يضمن مستقبله ومستقبل عائلته في هذا المجال يجب دعم القطاع الخاص بشكل كبير وإعادة عمل المصانع والمعامل والشركات الأهلية بدعم وتأمين كافة متطلبات الموظف اللي يتوظف في القطاع الخاص